بيبدأ الفيلم في سنة 2018 مع سفينة فضائية أمريكية وهي بتنزل على الأمر وبيطلع منها دسترات دعاية لرئيسة أمريكا الحالية لأن هدف الرحلة هو عمل حملة انتخابية واستغلال الأمر في الدعاية للرئيسة علشان تمسك الرئاسة لفترة جديدة وبيكون في السفينة اتنين رواد فضاء واحد اسمه ساندريس والتاني اسمه جيمس وبتكون مهمة ساندريس هي فحص سطح الأمر واكتشاف الكيمويات والمعادن المختلفة وبيلاقي مادة الهليام ثري موجودة على سطح الأمر وبيبعد تقرير للرئاسة لكن بيطي اعتصاله مع القيادة فجأة وبيتفاجئ ساندريس لما بيشوف حق لهليام ثري وفي ناس كتير شغالة فيه على الأمر لكن بيظهر من وراء جندي لابس شارة النازيين الألمانيين ولبس من الحرب العالمية التانية وبيقتل ساندريس بمسدس فراسه وبيكون جيمس في طريقه لساندريس ولما بيشوف انه تقتل بيجري بسرعة على السفينة لكن الجاذبية مش بتساعدوا على الجاري والنازيين بيفجروا سفينته وبيبقى جيمس مالوش أي وسيلة يرجع بيها للأرض والنازيين بيحصروه وبياخدوه معاهم لمقر القيادة وبتكون الطرق مرصوفة على الأمر وبيكون عندهم عربيات قديمة ومش متطورة زي اللي موجودة على الأرض دلوقتي وفي مركز قيادة النازيين على الأمر بيكون موجود مدرسة ألمانية اسمها رينيت وبتعلم الأطفال المولودين على الأمر إزاي يتكلموا انجليزي وبتقولهم ان اللغة دي هتساعدهم لما يرجعوا للأرض في المستقبل وبنكتشف ان النازيين بعد ما تهزموا في الحرب العالمية التانية هرب الباقي منهم للجانب المظلم من الأمر علشان ما يشوفهمش ويقتلوهم ومن وقتها بنوا مستعمرات على الأمر وعايشين عليه لأجيال بشكل سري وبيسلموا جيمس للرائد إيدلر وبيوري إيدلر جيمس للرئيس لونار علشان يعرفوا ان سرهم اتكشف للأرضيين وفي نفس الوقت على الأرض بتتكلم رئيسة أمريكا مع مديرة الحاملة الانتخابية فيفيان عن فشل المهمة على الأمر وبتقولها انها اختارت جيمس صاحب البشرة السودة علشان تكسب أصوات السود في الانتخابات وعلى الأمر بيروح إيدلر لرينيت علشان تتكلم انجليزي مع جيمس اللي أبضوا عليه وبيباني ان إيدلر ورينيت في علاقة ما بينهم وبيكون جيمس مع الجنود النازيين وبيقدر ان يضربهم لوحده ويهرب منهم وبعدها بيستخبف ممرات الهوى وبيفضل مستخبف القاعدة علشان مش عارف هيرجع تاني للأرض ازاي لكن بالخطأ بيدوس على غطى فتحة في ممرات الهوى وهو ماشي فيها وبيقع الغطى على راس إيدلر وبيفقد الوعي وبيقع جيمس من الممرات على الأرض وبيلاقي رينيت قدامه وبتتفاجئ رينيت لما بتشوفه وبتحاول تبلغ عنه لكن جيمس بيشد دراع الباب علشان يخرج من القاعة وما يعرفش انه باب الخروج من القاعدة للأمر وبيطير هو ورينيت برة بسبب الضغط لكن جيمس بيتعلق في سلم بر القاعدة وبيعرف جيمس انه ينقذ نفسه ورينيت وبيدخل تاني للقاعدة وبيقفل الباب بسرعة وبعدها بيفوق إيدلر وهو غطبا جدا وبيطلع مسدسه علشان يقتل جيمس لكن جيمس بيقوله انه على اتصال برئيسة أمريكا وانه ممكن يوصلوا بها ويتفاهموا وجات فكرة لإيدلر انه يستغل جيمس وياخد منه معلومات علشان النازيين يستغلوها في مصالحهم وإيدلر بيود جيمس للدكتور ريكتر في المختبر بتاعه وهناك بيستغربوا من موبايل جيمس وبيسألوه ايه ده فبيقولهم جيمس ان ده تليفون زي الكمبيوتر اللي عندهم في القاعدة فبيضحك ريكتر على كلام جيمس ومش مصدق كلامه وبيوري جيمس ألة ضخمة جدا وبيقوله ده الكمبيوتر اللي بيشغل القاعدة وان التليفون بتاعك ده سؤير جدا وما يقدرش يشغل الكمبيوتر وريكتر بيقترح على إيدلر انه يشرح جمجومة جيمس علشان يشوفه حجم مخه لكن إيدلر محتاجه حي وعلى الأرض بيكون زعماء الأمم والرؤساء مجتمعين في الأمم المتحدة وبيتكلم ممثل أمريكا وبيقول الرؤساء عن فشل رحلة السفينة الأمريكية للأمر وبتكون مديرة الحملة الانتخابية محبطة بسبب اللي بيحصل وبتجتمع مع الموظفين وبتفضل تزعقلهم علشان بيعرضوا عليها أفكار وحلول فشلة وعلى الأمر بيروح إيدلر لرينات قضتها علشان يطلب إيدها للجواز وبيوريها شهادة بتثبت إن حمضهم النووي متطابق بنسبة 97% وبيقول لها لنفسه يخلف عيال بصحة كويسة منها علشان يخدموا الوطن وبيكون إيدلر نفسه يكون أقوى واحد في القاعدة ويحكم كوكب الأرض في يوم من الأيام وبتظهر سفينة حربية نازية عملاقة على الأمر واللي بتكون تحت الإنشاء بقالها 40 سنة وبتكون السفينة دي هي حلم الرئيس علشان يستخدموها في إنهم يرجعوا للأرض مرة تانية ويحتلوا العالم وبيكون دكتور ريكتر عمال بيعمل تجارب على موبايل جيمس وبعد شوية تجارب بيعرف إن الموبايل بيقوم بمهمات الكمبيوتر اللي عندهم في القاعدة بس أكتر بألف مرة فبيوصل الموبايل بالسفينة الحربية وبيقول الرئيس على قوة الموبايل وبيكون النازيين مذهولين ويعجبين إن الموبايل صغير يقدر إنه يشغل سفينة حربية عملاقة ويمدها بالطاقة لكن للأسف الموبايل بيفصل شحن فبيطلب إدلر من الرئيس إنه ينزل للأرض علشان يجيب موبايلات كتير من هناك للأمر علشان يمدوا السفينة الحربية بالطاقة وبيقوله إنه مؤمن إنه في يوم من الأيام سكان الأرض هيكتشف وجود النازيين على الأمر وهيهاجموهم وساعتها هيحتاج النازيين طاقة الموبايلات علشان يستخدموا السفينة الحربية والرئيس بيحذروا إن مفيش حد منهم نزل من الأمر قبل كده للأرض ورجع تاني منها بس إدلر بيكون مصمم على موقفه وبيقوله إنه هيرجع تاني أكيد وبيكون جيمس محبوس في قوضة على سرير وحوالي سماعات عالية مشغلة ناشيد النازيين وبتتسحب ريناتو وبتدخله القوضة اللي بيتعذب فيها وبتعرفه بنفسها وبتسأله عن بشرته السودة لأنها عاشت حياتها كلها على الأمر وعمرها ما شافت حد بشرته لونها غير الأبيض وكمان بتقوله إنه دكتور ريكتر يبقى أبوها وقالت له إن أبوها حق نوش جيمس بمادة خالي لون بشرته أبيض وبتقوله مثل عليهم إنك نازي علشان محدش يقتلك وإدلر بيستعد لرحلة سفره للأرض وبيوري ريكتر شكل جيمس الجديد وبيقوله ياخده معاه للأرض وبيكون شعر وجلد جيمس تحوله للون الأبيض بسبب المواد اللي اتحقن بيها وبعدها بيروح إدلر ومعاه ريناتو جيمس للأرض وبتنزل السفينة في مزرعة قريبة من مدينة نيويورك وساعتها صاحبة المزرعة بتاخد بالها من النازيين وبتضرب عليهم نار وبتموت الجندي اللي معاهم فبيهرب التلاتة مع بعض من المكان بسرعة وبيعرف إدلر بعدها إنه يسرق عربية وبيخلي جيمس يقوله على الطرق الرئاسية وساعتها بيكون جيمس شاف إنه مفيش قدامه حل تاني غير إنه يتعاون معاهم وإلا هيقتلوه وبيقولهم على الطريق وبيوديهم لمكان الحملة الانتخابية وبيخطف إدلر فيفيان في العربية وبيرمي جيمس في الشارع علشان ما بقاش منه فايدة وبيسأل إدلر فيفيان عن مكان الرئيسة وهنا بتعرف رينات إن إدلر مش هدفه إنه يجمع موبايلات زي ما قال للرئيس لكنه عايز يهاجم ويخرب الأرض وبتحاول فيفيان إنها ترجعه الرجد لكن إدلر بيخلي رينات تقول لفيفيان على اللي بتقوله لطلابها في الفصل على الأمر وفعلا بتكلمها رينات عن الكلام الوطني اللي بيشجع على الانتماء للنازيين وإنهم عايزين يجلبوا السلام والازدهار للعالم وفيفيان بتعجب بمهارات فن الخطابة عند رينات وبتقول لها إنها عايزة تستخدمها في حملة انتخابات الرئيسة وبتاخدهم فيفيان لرئيسة أمريكا ولما بتشوف مهارات رينات بتوافق على استخدامها في الحملة وبعدها بتبتدي الحملة واللي بتعتمد على الشعرات النازية الغريبة ومع ذلك بتكون الحملة ناجحة جدا وبتأثر في الشعب أما رينات وإدلر فبيستمتعوا ببقاءهم على الأرض ومحدش بيصدقوا وبعد أيام بتكون رينات لسه شغالة في الحملة الانتخابية ولما بتنزل الشارع بتشوف جيمس وبعدها بيروحوا هما لاتنين السينما وبيتفرجوا على فيلم قديم وبعد الفيلم بتعرف رينات حقيقة النازيين واللي عملوه في أيامهم على الأرض واللي هتلر عملوه وفي نفس الوقت فيفيان بتعجب بإدلر وبتاخده وبيطلعه المكتب وهناك بيقول لها إدلر عن خطته إنه عايز يقتل رئيس النازيين ويهاجم الأرض ويحكمها وبييجي إدلر يبصه قدامه وهو مع فيفيان بيلاقي الرئيس لونار رئيس النازيين قدامه فاجأة في المكتب على الأرض مع جنوده وبيكون الرئيس موجود علشان يعرف ليه إدلر اتأخر كل ده على الأرض في المهمة اللي هو مكلف بيها وساعتها بيعرف الرئيس خطة إدلر وإنه عايز يقتله فبيأمر بالقبض عليه هو وفيفيان وبتدخل رينات المكتب وبتعارض إدلر على خطته وبتقول كلام إهانة للنازيين عكس اللي كانت بتقوله طول حياتها وبيسمع الرئيس كلام رينات فبيأمر جنوده إنهم يخلصوا عليهم هم التلاتة لكن فيفيان بتمسك الرشاشة وبتضرب به الرئيس وجنوده كلهم وبيسرق إدلر تابلت فيفيان وبيعلن نفسه رئيس للنازيين وبيأخذ السفينة للرئيس السابق جابيها على الأرض وبيسافر بها للأمر وبيسيب فيفيان بعدها بيبدأ إدلر احتلاله للأرض وبيستخدم جيش من السفن الفضائية في الهجوم على الأرض وبيضمر النازيين تمثال الحرية ومدينة نيويورك وبتشوف رينات اللي إدلر بيعمله فبتعمل خطة مع جيمس إنهم يروحوا القاعدة على الأمر علشان ياخدوا السفينة الحربية النازية وبعد كده يحربوا النازيين بيها وبيجتمع قادة دول العالم علشان ينقشوا هجوم النازيين المفاجئة على الأرض وبتعرض رئيسة أمريكا إنهم يستخدموا سفينة أمريكية كان الهدف منها استكشاف كوكب المريخ وده علشان يحربوا النازيين بيها وبتعين فيفيان قائدة للسفينة وساعتها بتتحرك السفينة لكن بيهاجمها النازيين وبيطلبوا الدعم من قادة الدول وبتوصل قوات الدعم لإنقاذ فيفيان وبيأمر إدلر إنهم يحربوا الآخر نفس ضد سكان الأرض وبيرجع للأمر وبيكون معاها تابلت فيفيان علشان يستخدموه في توليد الطاقة علشان يشغلوا السفينة الحربية العملاقة وفي نفس الوقت بينجح سكان الأرض في ناس في القوات النازيين الفضائية وبيتم إبادتهم على الأرض وبعدها بتتحرك سفن الأرض في اتجاه الأمر وبيركب إدلر ساعتها السفينة الحربية العملاقة وبيستعد للمواجهة وبتكون رينات ومعاها جيمس جوه السفينة ومحدش واخد باله منهم وبتروح رينات تدور على إدلر وبيكون جيمس بيدور على الدكتور ريكتر وبيلاقيه وبينتقم منه على العمله فيه لأنه بيعتزب بشرته السودة وبعدها بتوصل سفن الأرضيين للأمر وبيهاجموا النازيين وبيتصاب إدلر بالزعر لما بيعرف أن القاعدة بيتم الهجوم عليها فبيؤمر جنوده أنهم يشغلوا محركات الهيليام تري وبتطلع السفينة العملاقة في الجو وبعدها بيؤمر إدلر فريق المدفعية أنهم يدمروا كوكب الأرض لكن الأمر بيكون في خط الهجوم اللي بينهم وبين الأرض وبيدمر النازيين جزء من الأمر علشان يعرفوا يضربوا الأرض بالمدافع في اللحظة دي رينات بتشغل النشيد الوطني في المكبرات على السفينة وكل النازيين بيسيبوا اللي في إدهم وبيحيوا عالم بلدهم وبتعرف رينات توصل لإدلر بسبب انشغال الجنود بالتحية وبتقتله بالكهرباء وفي نفس الوقت جيمس بيقدر يفصل التابلت من السفينة وبعدها بيهرب هو ورينت من السفينة قبل ما تقع بسبب انعدام الطاقة وبتتحطم السفينة على الأمر وبتفرح رئيسة أمريكا وبتحيي فيفيان على انتصارها قدام قادة العالم في المؤتمر لكن فيفيان بتقولهم انهم لقوا خزانات هليام ثري بكميات كبيرة جدا على الأمر من صنع النازيين لكن بيسمع قادة العالم الحوار اللي بينهم هما الاثنين فبتطمع كل دولة في الحصول على الهليام لنفسها وده بسبب كمية الطاقة للهليام ثري ممكن يوفرها لسنين كبديل للبترول وكل قادة العالم بيشتبكوا مع بعض بالأياد في المؤتمر وبتكون دي الحرب العالمية الثالثة وبتكون سفنهم اللي في الفضاء بدل ما كانوا مع بعض فريق واحد بينقلبوا على بعض وبيضربوا وبيضمروا بعض وبتعم الفوضى في كل مكان وعلى الأمر رينيت بتكون ماشية قدام الطلاب اللي كانت بتدرس لهم في الفصل في القاعدة وبيكون معهم كمان الناجين من النازيين فبتقولهم انهم ممكن يرجعوا يعيشوا على الأرض بسلام وبيروح لها جيمس بعدها واللي بتكون بشرته ريعة تانية للونها الأسود الطبيعي وبيحضنوا بعض وبيكون الأمر جزء كبير منه تدمر بسبب الحرب العالمية الثالثة وتحولت الأرض الفوضى من الإشعاعات الضرة ومات كتير من السكان على الأرض وتغير المناخ لدرجة ان الأراضي الجافة كانت مضغطية بالتلج ومات ناس كتير بسبب تغيير المناخ واضطر الناجين على الأمر يدوروا على مكان جديد يعيشوا فيه وبدأوا يزرعوا الأكل باستخدام معدن نادر موجود على سطح الأمر ده غير ان الزلازل القمرية المتكررة بتعرض حياة السكان لخطر كبير وبيمر 30 سنة وانتهت الحياة تماما من على كوكب الأرض وبنعرف ان رينات اتجوزت جيمس وخلفت بنت وبقت هي قائدة شعب الأمر وبتشتغل بإخلاص لشعبها علشان تحافظ على الموارد لكن بسبب تقدمها في السن بتقع المسئولية كلها على بنتها أوبي لكن لسوق الحظ وزي أي مجتمع بائس في مجموعة واحدة من سكان الأمر بتعيش حياة أفضل من الباقيين من الفقرة ودول مجموعة صغيرة من نازين الأمر السابقين المهوسون بالتكنولوجيا الحديثة وقائدهم واحد اسمه دونالد وبيقتل أي شخص يخالف القواعد عن طريق تفجير موبايله وبيرقبهم من خلال تطبيق على الموبايل وحط قوانين صارمة لدرجة أن اللي يغير إعدادات موبايله عن الوضع الافتراضي لازم يتعذب لحد الموت ودونالد معارض لقوبي ورينات بشدة لكنه مضطر للتعايش معهم لحد ما يلاقي فرصة ويتقلب عليهم وفي يوم لحظة رينات وأعضاء مجلسها وجود مركبة فضائية غريبة بتقرب من قاعدتهم وجاية من كوكب الأرض وتصدموا لما اكتشفوا أن في شخص لسه عايش على الأرض طول السنين اللي فاتت وتفاجئوا أكتر أن البشر قدروا يصنعوا مركبة فضائية شغالة ورينات قررت تفجير السفينة بأكملها وقتل القادة اللي جواها لأن أخر مرة تقابل فيها بشر من الأرض مع سكان الأمر كانت النتيجة سيئة للتنين ومع ذلك قوبي اعترضت على المجلس بأكمله وبدأت تعمل خلل في النظام علشان أمها ما تهجمش السفينة وتقتل اللي فيها وكمان ساعدتهم في الهبوط وقابلت عدد قليل من النجيم من البشر على الأرض واتضح أنهم عاشوا في ملجأ تحت الأرض في روسيا بعد الحرب لكن الإشعاع انتشر على مر السنين وخلصت الإمدادات الغذائية علشان كده جم لطلب المساعدة من سكان الأمر وقوبي عاوزة تعرف منهم إزاي اكتشفوا موقع قاعدة الأمر لكن محدش عنده إجابة وقائد المجموعة الأرضية اسمه ساشا وهو المهندس اللي بنى السفينة ومبسوط لأنهم حصلوا أخيرا على بيت جديد لكن رينيت قالت لهم أن الأمر مفيش فيه الموارد الكافية لسكان جدد وأنهم محتاجين مصدر جديد للطاقة ولو كانوا عاوزين يعيشوا على الأمر لازم يساعدهم في توفير مصدر للطاقة وده أمر صعب جدا في الوقت الحالي وتم التحفظ على أبناء الأرض في غرف التخزين ودلهم الأكل والمية وأوبي بتصلح محطة فضائية كانت متفككة من سنين بسبب الزلازل القمرية وأوبي رغم أنها صلحت المحطة الفضائية بالمعدات المناسبة لكنها مش قادرة تحصل على مصدر للطاقة علشان تعرف تشغالها لكن وهي بتشتغل على محرك السفينة لحظة واحد بيتسحب ناحية المكاتب النازية المهجورة ومشيت وراه لكن الراجل فاجئها وخبطها على رأسها وأغمى عليها ولما سحيت أوبي لقيت نفسها في مكتب القائد النازي الأديم لونار واللي هاجمها واحد من اللجوم مع سكان الأرض على السفينة ولما سألته عن اللي هو عاوزه كشف لها أنه هو نفسه لونار قائد الجيش النازي في الحرب العالمية الثالثة وأوبي مصدومة لأنه ما كبرش في السن ولا يوم واحد من وقت الحرب وأوبي عرفت من أمها أنه تقتل على الأرض من 30 سنة وعايزت بلق أمها بوجوده علشان يعدموه لكن لونار بيقدم لها رشوة ما قدرتش ترفضها أبدا وقال لها نمعها مادة سحرية هتنقذ أمها من الموت وعشان يثبت لها أن كلامه صح لونار قطع صباعه قدامها وتجدد تاني بسرعة بشكل مفاجئ في لحظة وقررت أوبي تدي فرصة وتاخد المادة سحرية لعلى شكل شوكولاتة لأمها وبعد ما أكلتها رينات خفت من مرضها اللي كان عندها من سنة وكمان بترجع بالعمر وبتصغر في السن ودونالد بيرائبهم من بعيد ومصدوم من الاكتشاف المزهل ورجعت أوبي للقائد وطلبت منه يشرح لها اللي بيحصل بالزبط وشرح لها أنه مش بشر إنما هو نوع من الزواحف اسمه فريلز وعندهم عقل زي البشر وقال لها أنه من زمن بعيد لما كانت الديناصورات عايشة على الأرض كان هو وأخوه هتلر نزلوا الأرض واستولوا عليها وربوا الديناصورات بدل الماشية وعاشوا على الوضع ده لحد من نيازك ضربت الحيوانات وقتلتهم لكن الفريلز ما فقدوش الأمل واستمروا على الأرض لوحدهم بدل البشر وفي يوم من الأيام قرر لونار إجراء تجربة صغيرة على القرود الأليفة بتاعته وهو مصدر حياتهم الطويلة وقوتهم المتجددة وإدى للأرود من الرحاق ده لحد ما اتطوروا وبقوا بشر وبعد زهور البشر اتنكر الفريلز كبشر وعاشوا وسطهم وبعد آلاف السنين اندلعت الحروب واختفت البشر من على وجه الأرض وتعلم الفريلز الدرس وتعهدوا أنهم ما رجعوش البشر للحياة مرة تانية وزعيم جماعة الفريلز هو هتلر أخو لونار وبيكره البشر لكن لونار بيحب البشر وعايز يساعدهم والأكتر من كده أنه بيكره أخوه هتلر وعايز يخلح حياته جحيم وعشان كده هو مستعد يساعد أوبي والجنس البشر ضد الفريلز وبرضو لسه أوبي مش فهم القصة كاملة وسألته عن الفريلز بيعيشوا فين بالزبط على الأرض لونار قال لها أنهم سكنوا بطن الأرض في المنطقة المجوفة والمكان ده فيه بديل للشمس بيتم تشغيله عن طريق عبوة من الفريلية وقال لأوبي أنها لو قدرت تجيب العبوة للأمر هتقدر تشغل المحطة الفضائية بسهولة ويفضلوا في مدار الأرض بعيد عن الزلازل وخطرها وهتساعدهم الطاقة على الزراعة وأوبي مش بتضيع وقت وطلبت من المهندس ساشا المساعدة للعودة للأرض وانضم ليهم حارس وطني اسمه مالكولوم ودونالد ومجموعته عاوزين يروحوا معاهم وأوبي أخذت خريطة من لونار وخذت صباحه المقطوع لأنه معتقد أنه هيساعدها في مرحلة معينة وبيتغير المشهد وبتدخل سفينة ساشا الغلاف الجو للأرض واختاروا موقع هبوط عشوائي ونزلوا بشكل مثالي على حفة الأرض المجوفة وتحطمت السفينة من غير أضرار كبيرة والمجموعة أخيرا شافوا الأرض المجوفة الجميلة ولو هزموا الفريلز ممكن يستعيد البشر كوكب الأرض لكن ما عندهمش خطة دلوقتي لأنه أوبي كله تفكيرها في سرقة عبوة الفريلية لتشغيل الشمس البديلة وبيستخدموا تليفون ساشا وكان نوكيا 3.310 ومن خلاله بيتنقلوا في المكان ودخلوا منطقة مأهولة بالفريلز بعدها بيظهر مجلس الفريلز والمكون من هتلر ومارك زوكربيرج وقسامة بن لادن وكتير من الشخصيات المعروفة التانية بين البشر وكلهم معتقدين أن حياتهم بقت أفضل بعد اختفاء البشر وهتلر القائد كان صارم برضو زي هتلر البشري لدرجة أنه خلق أعضاء المجلس يكلوا عضوة من الأعضاء لأنها كانت بتعارضه ولما الفريق وصلوا لسوق الفريلز اتصدم دونالد وأتباعه لأنهم شافوا ستيف جوبز وهو بيتماشى في السوق ولأنهم مهوسون بالتكنولوجيا كانوا بيقدسوه وحذرتهم أوبي أنهم ما يبعدوش عنها لكنهم قالوا لها أن ستيف عمره ما يأذي أتباعه وخدوا قرار غابي ندموا عليه لما حصرهم حراس الفريلز وقوبي وساشا ومالكولوم هربوا وجيري وراهم باقي الحراس ومالكولوم اتحمل مسؤولية تشتيت انتباه الحراس لوحده علشان الفريق يقدر يكمل لأنهم محتاجين الفريليا بأي تمن بعدها الاثنين بيلبسوا لبس حراس فريلز ودخلوا لمدخل المعبد اللي الفريليا موجودة فيه وحراس المعبد ما شكوش في وجودهم لأنهم مش متخيلين وجود بشر على الأرض وطلح أن صباعله نار اللي ادى القوبي بيستخدم لفتح بوابات المعبد بالبصمة ودخلت قوبي مع ساشا أخيرا ومزهولين من منظر الفريليا الرائعة اللي بتغزي الأرض المجوافة بالطاقة بدل الشمس وفي نفس الوقت تم نقل دونالد ومجموعته ومعاهم مالكولم لهتلر ومجموعة دونالد ممكن يعملوا أي حاجة لإنقاذ حياتهم علشان كده اقترح دونالد على هتلر أنه ياخد شعبه كلاجئين وهيكون ولاقهم لهتلر مدى الحياة لكن مالكولم بيفكروا بتشيكو سلوفاكيا علشان يفهموا أن هتلر مالوش وعد لكن هتلر قدم دونالد ومجموعته بالكامل لأعضاء المجلس وأكلوهم أحياء وسابوا مالكولم عايش وبنرجع للمعبد وبتطلع علشان تجيب الفيريليا وبتوقعوا أن وزنها كبير جدا لكنهم بيكتشفوا أن حجمها صغير جدا ودلوقتي بقى معاهم رحيخ الفيريليا ومش فاضل غير أنهم ينقذوا مالكولم ويرجعوا بسرعة للأمر وفي نفس الوقت بيتأمر هتلر مع ستيف جوبس على سكان الأمر ومالكولم بيكسر الكلابشات بسهولة وبيهاجمهم والفيريليز بدأوا يطاردوهم هم التلاتة وبيعتبروهم بشر أعداء سرقوا مصدرهم الوحيد من الطاقة للحياة المستدامة وبعد دقايق من مطاردة العربيات السريعة للأبطال هزم مالكولم وساشا بن لادن وهتلر وستيف وكل الفيريليز التانين ووصلوا أخيرا لسفينة الفضاء ورجعوا للأمر منتصرين لكنهم ما يعرفوش أن فيه شيء شبه الجبل طالع من سطح الأرض ومتجه في الفضاء وعند وصولهم للأمر أخيرا رينيت رحبت ببنتها وفرحانة بيهم لشيعتهم وكلهم اعتقدوا أن دي هي النهاية السعيدة لكن بيظهر لونار وشه الحقيقي ومش عايزهم يعيشه لكنه كان بيستخدمهم بس علشان يستولي على الفيريليا وضرب النار على مالكولم في رجله وهدت بقتل رينيت لو منفزوش أوامره وفجأة سمعوا صوت عالي ووصل هتلر على ديناصور عن طريق آلة شبه الجبل بتربط الأرض بالأمر والأخين بيواجهوا بعض بعد سنين ومستعدين لدخول معركة أخيرة وهتلر أقوى لأن معاهد ديناصور بيحطم كل أساليب الحياة على الأمر وما بقاش صالح للسكن نهائي والناس كلها على وشك الموت ورينيت خادت جرعة من الفيريليا شربتها واكتسبت قوة خارقة وحربت هتلر وهزمته وقتلت الديناصور وقع على هتلر صندوق مع دانة إيل وقتله وفي نفس الوقت أوبي أمرت البشر يطلعوا للمحطة الفضائية وساشا بيشغلها باللباقي من الفيريليا وأوبي عاوزت ساعد أمها تطلع السفينة لكن لونار أتلها بالمسدس فورا ومع ذلك فضلت أوبي محافظة على هدوءها ومشت بالمحطة الفضائية لمدار الأرض لكن المشاكل برضو ما انتهتش لأن لونار لسه عايش واخترق لوحة التحكم من الأمر عن طريق تليفون دونالد وعلى وشك تفجيرها وأوبي بسرعة استخدمت تليفونها النوكيا واستخدمت تطبيق تفجير الموبايلات بتاع دونالد وأتلت لونار وأنقذت البشرية وبعدها بنشوف أوبي وساشا متجوزين ومستمتعين بحياتهم على محطة الفضاء وعندهم خطة أنهم يستقروا على المريخ خلال السنوات اللي جاية ودى نهاية الفيلم وشكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر